الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا إذا رأى صاحب الرؤية أن سعبان يخرج من مهبل امرأة أمامه في المنام علامة أن هناك تزبزوبات كثيرة في حياة هذا الشخص والله أعلى وأعلم إذا رأى الفتاة العزبة أن سعبان يخرج من مهبلها في المنام قد يشير على وجود خلافات بينها وبين أسرتها في حياتها والله أعلى وأعلم كما يمكن أن تدل الرؤية على بعض الهموم والمشكلات في حياة هذه الفتاة والله أعلى وأعلم إذا رأى المرأة المتزوجة أن سعبان يخرج من مهبلها في المنام علامة على خلافات زوجية مستمرة والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة الحامل أن سعبان يخرج من مهبلها في المنام علامة على مشاكل أثناء الحمل والولادة والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المطلقة أن سعبان يخرج من مهبلها في المنام علامة أن هناك أحد ما يتربص بها فعليها الحذر والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأى الرجل السعبان الأحمر في المنام علامة أن هناك صديق منافق في حياته يظهر المحبة من الخارج والقرهية من الداخل والله أعلى وأعلم كما تشير الرؤية على وجود شخص في حياة الرأي يتمنى له الضرر وهذا الشخص من أهل بيته والله أعلى وأعلم رؤية السعبان الأحمر في المنام دليل أن صاحب الرؤية إنسان قوي الشخصية ولا يعتمد على غيره في حل المشكلات والله أعلى وأعلم يمثل السعبان على فراشة الزوجية في المنام إشارة بموت زوجة صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم أما إذا قطع صاحب الرؤية السعبان ثلاث قطع فهذا دليل أنه سوف يطلق زوجته ثلاث طلقات والله أعلى وأعلم وإذا شاهد الرأي في منامه سعبين صغير على سريره في المنام فهذا يعني أنه سيرزق بأطفال في المستقبل والله أعلى وأعلم لذا فرؤية السعبين على الفراش تحمل دلالات جيدة كالأطفال وسيئة كموت الزوجة والله عز وجل أعلى وأعلم والله أعلم يشير السعبان الأخضر في المنام على الشفاء ولكنه يحمل أيضا علام على مكر الأهل به والله أعلى وأعلم كما تدل رؤية السعبان الأخضر في المنام خاصة إذا تم رؤيته في البيت على الخير والرزق الذي يحصل عليه الرأي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم كما ترمز رؤية السعبان الأخضر في المنام إلى الرجل وليس المرأة بشكل عام والله أعلى وأعلم كما يدل رؤية السعبان الكبير في المنام على أعداء حاقدين على الرأي يعيشون بالقرب منه ولكنه لم يكتشفهم بعد والله أعلى وأعلم كما تدل الرؤية على وجود بغض وقرهية بين الأزواج والأقارب تحديدا والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته